اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في هذا القسم هنبدأ نتعلم كيف نستخدم المتغيرات خلنا نبدأ نشوف هذه المتغيرات كيف تم اضافتها اول شي تعالوا على ملف بلوبرنت نفتح اللي هو الفيديو بلوبرنت ونشوف الملف خلنا نمسح كل الملفات هاي او كل النودس هاي الان بدنا نضيف متغيرات جوه البلوبرنت تبعنا لكن اول شي كيف انا بضيف متغير عندي لاحظ على الجهة اليسار هون موجود في عندي فاريبلز بقدر اضغط في قدامها علامة الزائد اضغط على العلامة الزائد انا اش بعملي هو بيضيف لي متغير الان انا بقدر اضيفها اكتب اسم للمتغير اثناء عملية الاضافة مباشرة يا لو انا كتبت مثلا ان فاريبل او مثلا نيو فاريبل لاحظ الان صار عندي متغير جديد تسميته ودوم محطوط النوع تبعه طبعا قبل ما نكمل احنا هكينا بنضيفه بنضغط على الزائد هاي وكمان في طريقة اضافة ثانية بقدر اضغط على اد واجع الفاريبل اضغط من هون وبضفل اياه طبعا كمان اذا انت ما سميته ممكن تضغط على right click وتسوي rename ترجع تعيد التسمية مرة ثانية ممتاز الان على الجهة اليمين في عندنا details اذا ما كانت موجودة عندك بامكان تضغط على window وتختار اول فقرة فوق اللي هي details تظهر القائمة اللي على يمين عندك طيب القائمة اللي على يمين ايش فيها بعد ما نحدد الفاريبل بتلاحظ اول اشي الاسم ممكن تغير الاسم من هون بعدين بقول لك النوع المتغير ايش هو المتغير اللي نستخدمه هل هو boolean integer string ايش نوع المتغير اللي انا بدي اياه حنشرح في قائمة الدروس تقية المتغيرات هذه المتغيرات كلها او اغلبها الان الفقرات من هون هاي المنطقة هذه الفقرات اللي هون ما رح نشرحها الان رح نشرحها في الدروس قادم ان شاء الله بيظل عنا اخر واحدة تحت هاي اهم واحدة عنا بليز كومبايل ذا بلوبرنت علشان يعطيني قيمة هذا المتغير لازم اضغط على زر الكمبايل لازم اضغط علشان يعطيني لاحظ هون ما في قيمة موجودة بضغط زر الكمبايل اعطاني نيو فاريبل بقدر اعطيه true او false بقدر اعطيه قيمة فخلينا نحط الان قيمة هذا المتغير اللي اسمه نيو فاريبل هي true صحيحة ما بتحمل الا نعم او لا فقط ممتاز الان علشان اضيفه انا جوه الشاشة جوه البلوبرنت بقيتنا بقدر امسكه واسحبه واكبس هون الان اعطاني خيار من الاتنين بقولي get new variable set new variable لاحظ اعطاني هذا النود هاد الشكل هاد اسمه نود هاي اللي في نصف الشاشة اسمها نود الان بقدر كمان اسحب واكبس هون وكبس له set الفرق بين الاتنين هادول new variable ال new variable هاي هاي تحتوي على القيمة اللي هي false حاليا ما في الها علامة صح قيمة خاطئة لا يوجد غير موجود غير متوفر الان في حالة الست هي كمان لاحظ هون في زر صار بقدر اثناء التطبيق البلوبرنت وانا بكتب بالكود تبعي تبع البلوبرنت بلغة البلوبرنت بقدر اثناء الشغل اعمل تغيير لهاي القيمة فبقدر اثناء وانا بشتغل احوال لها صح وهي قيمتها اصلا خطأ فبصير بعدا بتسوي لها set بتصير صح وبصير القيمة الموجودة هنا بتصير عبارة عن صح اذا هاي العملية تمت قبل انتاج هاي العملية تمام خلينا ناخد مثال طب قبل ما نبقى في المثال بدي اشرح كمان زر ال control والalt على الكيبورد اذا انا سحبت وظليت ضغط control لاحظ اعطاني get اذا سحبت وظليت ضغط alt لاحظ اعطاني set الآن اعطاني ايهم بدون ما يعطيني الرسالة اللي اختار منها ممتاز طب خلينا الآن نسوي التجربة على النودز هاي خلني يجي نكتب هون event begin play event begin play ممتاز بدي اوصل event begin play هون وبدي اياه يطبع لي على الشاشة شو القيمة الموجودة هون فيطبعها على الشاشة ايش هي print string ممتاز الآن print string موجودة كلمة hello لو انا شغلت رح يعطيني العطول hello لاحظ اعطاني hello بس انا ما بدي الhello بدي الآن انا اعرف القيمة اللي هون فأنا بوصل هاي هون اذا وصلت انا من هون لهون رح يحول لي اياها لاحظ انت ايش عمل رح حطي الحول من البوليان لسترينج هذا النود هاي النود اللي هون هاي بحولت الصيغة تبعية المتغير من صيغة صح وخطأ الى صيغة نصية تم انت هاي لحاله البرنامج الريال انتج نحول الصيغة طيب الآن لو شغلت لازم يكتب او انا عاطة عامة صح شو لازم يكتب true خلينا نشوف لاحظ كاتب true ممتاز طيب الآن انا بامكاني اضيف متغير اخر خلينا نضيف كمان متغير بدي اسمي other variable ممتاز نضغط compil علشان نعطي قيمة بدي اسحبه وحطه هون واحمله get لاحظ الان هذا متغير غير المتغير اللي هون لو انا هذا متغير ايش قيمته false وهون علامة new variable عليها صح لكن انا بامكاني اسحب هذا السهم من هون وقول له حول لي حول قيمة ال new variable لقيمة ال other variable فالان لما تبدأ اللعبة event begin to play عند بدء اللعبة حول new variable الى other variable بعدين اطبع النص تبع other variable other variable هي عبارة عن false new variable خلينا نحطه صح لاحظ انت ال new variable الآن عليها الصح وother variable ما عليها الصح بضغط compile لابد طالما هذه القيمة فارغة في other variable يعطيني علامة يكتب لي false خلينا نشوف كتب لي false على الشاشة ممتاز جدا 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 تم الان هذه الطريقة اللي احنا بنقدر نضيب فيها ال variables على المشروع تبعنا بامكانك انت تتحكم فيها وتسوي لها get او set وتغير على قيمها من الشاشة اللي هون بعدين وممكن طبعا فيه ملاحظة مهمة لو اجيت انا وعملت variable مثلا number variable وعطيته مثلا قيمة خلينا نقول integer الآن لاحظ لو عملت انا get اجيت اوصل هاي هون الآن ايش رح يعمل خلينا نشوف number variable compile بده احطها خمسة خلينا نشوف لما نيجي نطبع ايش هيسوي حط true طب ليش حط true قيمة new variable هي عليها علامة true number variable الآن هذا رقم من الاصل ما لما حتى لما حولنا ال variable خلينا نحط الصفر number variable ونشوف حطى اللي false ايش اللي صار new variable عليها الصح لكن انا حطت قيمة صفر قيمة صفر رح تعطي false واي قيمة اخرى حطعت true خلينا نشوف اعطى true طبعا هاي اللي انا الان سويته في الاصل هادا طريقة غير مستخدمة لكن كويس انك تعرفها هاي الطريقة غالبا لا ما منستخدمها لكن من الكويس انك تعرف انه ممكن تستخدم ارقام طب لو انا ضفت strength خلينا نعطي استقليم نوع strength نعمل get لاحظ ان لما اجيت اوصل لstreng ما قبله لانه النص ما له ارقام النص ما له ارقام والvariبل بيكبر رقم صفر واحد او صفر واي رقم اخر فالstreng ما بتحول لا تلاحظ انت على مثل في دائرة حمرة بيقولك لا يمكن ايصالها strength is not complete with boolean غير متوافقه مع البوليان فانا ما بقدر اوصلها لهون ممتاز جدا جدا الان هيك ممكن خلصنا هذا هاي المقدمة عن الvariبل كيف نضيفها هنبدأ نشرح انواع الvariبل في الفيديوهات القادمة في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا